عندك بيضة واحدة اجي حضريها معي بمكونات بسيطة بكيك بدون ضرب ولا خلط السلام عليكم مرحبا بكم معي فيديو جديد على قناة وصفة نيت كنتمنى انكم تكونوا في احسن حال اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الكيك ساهل بسيط بدون تعقيدات بدون قالب او لا اطار كيك فعلا تحفى وغير ببيضة واحدة بطريقة زين ساهل وبسيطة وفي متناول جميع على بركتي الله اولا كنحتاجوا الحبة واحدة من البيض قبصة من الملح كأس من السكر وكيسين سكر بنكهة الفانيلا سبعة غرام ونصف لكل كيس من بعد غادي نجيبو غير الخلاط يداوي وغادي نخفقو حتى غادي دوب السكر غادي تلاحظوا بان الخليط اللون ديالو تتغير وحتى الحجم ديالو كي تزاد شوية من بعد غادي نضيفو نصف كأس من الزيت الكأس اللي اخدينا به القياسات هو كأس بقياس 150 مليلتر غادي نخلطو الزيت مع المكونات السابقة كنرجعو كنضيفو علبة ملياغورز او الزبادي بنكهة الفانيلا الوزن ديالها هو 110 غرام وغادي ندخلوها في المكونات من بعد كنحتاجو نصف كأس من الماء وكذلك كنضيفوه الخليط من بعد غادي نجيبو الكأس الاول من دقيق غادي نضيفوه دائما في غير بال غادي نضيفو ليه كيسين من خميرة الحلويات بيكين بودر 8 غرام لكل كيس يعني 16 غرام في المجموع كنضيفو الخميرة للدقيق ونخلطوهم مع بعض وغادي نضيفو الكاكاو لدينا كيسين ما يعادل ملعقتين كبار او لا 7 غرام لكل كيس يعني 14 غرام 14 غرام في المجموع غادي نخلطو هاد نواشف مع بعضها وغادي نضيفوهم على دفعتين نضيفوه النصف الاول ونحركوه نضيفوه النصف التاني من بعد ما ضفنا ذاك الكأس الاول اللي معها الخميرة والكاكاو سنجيوه وغادي نضيفوه الكأس التاني وكذلك سنضيفوه غير بشوية بشوية سنضيفوه نصف دياله من بعد سنضيفوه نصف الاخر يعني في المجموع كنحتاجو كأسين من تقيق ما بين كأس وا نصف حتى الكأسين لكن انا را نعملت كأسين من بعد سنجيوه صفيحة دي الفرن مفروشة بورق الطبخ الى ما عندكم شو ورق الطبخ غادي غير تدهنوها بالزيت وطرشوها بالطقيق راه نفس النتيجة غادي نجيو وغادي ندهنها بوحد رشا من الزيت وغادي نفرغو الكيك ديالنا بالنسبة الى عملتو بدون ورق فضروري انكم غادي ندهنو وترشوه بالطقيق بشو ما يلتسق لكم شمعة سافحة غادي نجيو وغادي نحاولو اننا نوزعو الخليط ونقعدو له الوجه ديالو وندخلوه الفرن انا غا ندخلو الفرن بارد من قبل غادي نعملو النار من الاسفل حتى كيتحمر من بعد غا نحمروه من الفوق الواحد المدة تقريبا ما بين عشرات ال خمسة عشر دقيقة لكن الى دخلتو الفرن بارد ممكن نزيدو حد خمسة دقائق اخرى من بعد غادي نحتاجو علبة من شونتي الوزن ديال العلبة اللي كتوضع عادة فروب عليطر من الحليب هنا يكنوضعوها غير مع ميتين ميلي لتر من الحليب يعني كننقصو شوية من الحليب باش تجينا الكريمة متماسكة غادي نحتاجو شوقة ولا ديك الشوكولاتة اللي كنعملوها الاطفال ديالنا الفطور مع الحليب غادي نعمل اربع ملاعق كبيرة كتجيها الكريمة رائعة في المهدق يعني كتجي تحفة واحتى القوام ديالها كي يجي رائع تقدرو تشكلو بها الاشكال اللي بغيتو غادي نستمر في الخفق حتى نحصل على كريمة متماسكة هنا ممكن تخفقو بليد ديالكم را ما كتاخدش وقت طويل هي فعلا كتاخد واحد المجهود اللي ما عندكمش الخلاط او للضراب غادي تتخفقو غير بليد ديالكم وهاي الكريمة ديالنا هنا غير مع الاضاء را اللون ديالها يعني غامق عليها كغير مع الاضاء كتبان شوية بهتا غادي نجي وغادي بعد ما خرجنا الكيك وخلينا حتى يبرد را كي يبرد بسرعة وكينضج كذلك بسرعة غا إلا كان الفرن ساخن را عشر دقيق لكن انا ندخلت الفرن بارد باش ما يجينيش مقبقب من الواسط يعني ما يجينيش عالي غادي نجيب واحد الوراق وغادي نقطع القطع متساوية هنا غا حاولت أنني نعطي الشكل ديال مستطيلات وغادي نزول جوانب جوانب ديال الكيك هكا غادي نزولها وغادي نخلي غير هاد القطع هكا باش جيني الكيك من بعد مقادة ومفينيا غادي نجي وغادي نبدو باش غادي نسقيو كنحتاجو كأس من الحليب غادي نضيفو لي كدلك شوكولاتة ديال اللي كنعملوها مع الحليب غا نعمل منها ملعقة صغيرة مملوقة جيدا وغادي نحركها وغادي نجيو كنسقيو الكيك ديالنا الكيك يكون بارد وحت السيرور عملته بارد ونخلي ونسقيوه مزيان 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 نخليوه يتشرب يعني كل ما سقيتو الكيكه مزيان كل ما كتجي في المدق رائعة خصوصا هات السقورة كتجي لديدة غادي نجيو غادي نقسمو الكريمة دائما قسمو الكريمة باش تجيكم هي هادك اه غادي نقسمها غادي نعمل الجزء الاول ديال الكريمة غادي نحاول انني يعني نسوي الوجه السطح دياله ومن بعد ما سوينا وقدنا كنجيو القطعة تانية كذلك نقدوها وغادي نسقيوها جيدا بهذا السقواء اللي حضرناه اللي هي الحليب والشوكولاتة ديال الحليب من بعد غادي نجيو وغادي نعملو الكيميا تانية ديال الكريمة وكذلك بنفس طريقة غادي نحاولو نقدوها وهنايا وضعت القطعة الثالثة والاخيرة وغادي نسقيها وغادي نجيب الجزء الثالث من الكريمة وكنجيو وكنحاولو اننا نغلفو الكيك من الجوانب وكذلك نغلفوه حتى من الوجه شتو معي الكلمة كيفاش كتجيو متماسكا ومنسيت ما قلت لكمش بان دائما الحليب وذيك العلبة ديال الشونتي را نوضعها في المجمد دبا مثلا لابغيت نخدم العلبة ديال الشونتي كنخليها في المجمد ووقت محتاجيتها كنجبدها كنحتاجو المئة غرام من الشوكولاتة غير العادية بديل الشوكولاتة حتى اللي بغيتو تعملو شوكولاتة غيش ممكن غادي نضيفو ليها كمية قليلة من الحليب ربع ربع كاس كتشدو ربع كاس كتعملو نصف ديالو يعني النصف ديال ربع كاس يعني اقل من ربع كاس كنجيو كنحاولو اننا نوضعوهم على حمام مائي انا وضعت في اللول الحليب ساخن لكن مدوبش لي شوكولاتة لان الجو بارد فرغير كبيزو علي ويبرد مهم وضعتها على حمام مائي وغادي ندوب بدفس طريقة غادي نحرك حتى غادي ندوب لنا الشوكولاتة مع الحليب ونخليوها تبرد كنرجعو الكيكا ديالنا هنا يخليت شوكولاتة ذاك يبرد وكنجيو الجوز الاخير اللي خليت ديال الكريمة كنجيو كنزين بيعني الكريمة قسمتها لاربعة اجزاء كيما دائما كنشارك معاكم كلها تبقى كنعمل فيها جوز وجوز كنخليه التغليف وجوز كنخليه لزين هكا باش كتقدن الكريمة هنا بنفس الطريقة غادي نعمل الورود كيما كتلاحظو كنبدأوا من الداخل وحنا يا غادي الخارج وكنضورو باش كتعطيني الشكل ديال وريضة كنجيو كذلك وكنحاولو اننا نعملوها اولا نزينو في الاسفل وهالزيل اللي كيكون في الاسفل كتوضعوه في الصحن ديال التقديم يعني الصحن اللي غا تقدمو فيه الكيك ديالكم هو اللي كتعملو فيه هاد الخطوة الاخيرة اولا الكريمة اللي في الاسفل كنجيبو الشوكولاتة اولا ذاك القلاساج اللي صوبنا بعد ما ادفع يعني كتوضعو الاسفل ديالكم كتتحملو الحرارة ديالو مايكونش ساخن يا اولا كان ساخن دواب لكم الكريمة، وعاو التاني الله كان بريض را غادي يجمد ليكم ولم lasting become good فشكو ديالو،it نحاول هكا وهو دافئ ذاك وبالتواخد نقادده اله و جزء منه خليته و عملته في حد بلاستيك و هنحاول اننا نزله على شكل دموع على هادشكل من الجواني بديال كيك بربعة بهم هنا اختيت شوكولاتة عملتها في قالب الخاص بالشوكولاتة انا عملت و اختاريت هادشكل على شكل وريضات فوضعتهم في المجمد باش كتزولينا الشوكولاتة بسهولة كناخدو الملميه ديال الحلويات و كنحاولو ان انا نزينو بيهم هادك باش كتزينا رقية في شكل ديالهم بنفس طريقة غادي نزين هادوك الورود عملت انا ثلاثة ديال الورود من بعد غادي نوضعوهم هكا في الجوانيب كي ماشتوا مع يد زهين بسيط سهل وفي المتناول انا عاودت عاودت ليهم الترتيب اذا انا على هادشكل ثم غادي نجيبو العقيق الخاص بالحلويات هنا يا ربناتي اللي بغاوا يوضعوه يعني اللمسة الاخيرة كانت من يدهم اخديت هاد العقيقات اللي كيتباعوا عند باعة لوازيم حلويات انا غادي نوريها لكم دابا غادي تشوفوه معايا هانتوما كي يعني كتاخدوه بالعبار هو اللي اخديت وعملتو فوسط هاد الورودة وعطاه الشكل راقي صراحة غادي نجيبوه كذلك نفس العقيق هو كيتباع كين حجم صغير حجم توسط حجم كبير فهاك نحاول انني نوضع الاحجام بالكامل وكيكون هادا وشكل نهائي ديالك ديانا كيجي رائع وراقي انا راح احتفظت به في المجمد ودابا راني جبتوه من المجمد باش غادي نقطعها لكم تشوفو معايا شكل يلا مهم تقدروه تتحضروها وتحتفظو بها في المجمد مهم غير تغطيوها باش ما تشمش الرائحة وتقدموها لأي مناسبة عندكم كاتجي رائعة تحفة ولديدة جدا مكونات بسيطة